اشتركوا في القناة والله هو الغني الحمد وقال والله هو الغني وأنتم الفقراء وقال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلاه وقال جل في علاه فادعوا الله مخلصين له الدين ومن لوازم الإخلاص إظهار المسكنة والفقر وشدة الحاجة لله سبحانه وتعالى فمما يعين العبد على دعائه أن يظهر فقره وحاجته إلى الله سبحانه وتعالى وأنه لا حول له ولا قوة إلا بالله فالله سبحانه وتعالى هو الرب مالك الملك وهو ذو العظمة والجلال وهو الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وهو رب الأرض والسماء وهو سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية فمن استشعر هذا فإن الله سبحانه وتعالى يجيب دعاءه قال الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أي لهم مع الله قال لما تذكر فالعبد إذا أظهر اضطراره لله سبحانه وتعالى فإن الله تعالى يستجيب دعاءه وإذا فرغ قلبه لله سبحانه وتعالى ودعى الله تعالى بيقين أدعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة وعلموا أن الله ليستجيب دعاء من قلب غافل الله واستحضر عظمة من يدعوه فالله جل وعلا يدعوه جميع الخلق يا عبادي لو أن أولكم وآخرك وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد ثم سألون لأعطيت كل واحد مسألته ما لقص ذلك من ملك شيئا وجميع الخلق يسألونه سبحانه وتعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شيء فيعطي هذا ويمنع هذا ويحيي هذا ويميت هذا وكل الخلق مفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى فعلى العبد إذا دع الله سبحانه وتعالى أن يستشعر عظمة من يدعو إنه الله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعاء نسأل الله تعالى أن يستجيب دعاءنا والحمد لله رب العالم